أحبائي النبوات كانت تتنبأ عن مجيء المسيح الذي يفتح العيون وأنه يخلق العيون وأعطى التلاميذ أن يفتحوا العيون وأن الشفاء الجسدي دلالة لخلاص النفس شفاء روحي ولكن كثير مرات أحبائي مرات يسوع تكلم عن هذا الموضوع بصغة الدينونة لم تريد أن تؤمنوا لدينونة أتيت إلى هذا العالم فجاءوا بعد ما شف المولود الأعمى سألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية صليها اليوم قل لي يا رب حررني من الكبرياء حررني من الظلمة حررني من الفساد حررني من الخطية اعترف للرب قلتوا للرب أعترف قل له افتح عينيه افتح اكشف عن عينيه حتى أرع جائب من شريعتك افتح يا رب خل أعطيني البصيرة الروحية افتح ذهني حتى أفهم الكتاب حررني من كل قيود حررني من كل ظلمة تعرف يا حبائي لما الإنسان بيسمح لمنطقة مظلمة فالشيطان عادة يعمل في المواقع المظلمة ولكن صلي اليوم قل له يا رب حررني من الظلمة حررني من القيود حررني لأنه أنا مش شايف مش شايف مظبوط اكشف عن عينيه تعرفوا الشخص اللي عايش في المستنقع أو في الوحل لا يستطيع أن يرى صحيحا ولكن عندما يتحرر ويحلق ويرتفع بيبتدي يشوف من خلال عيون المسيح معجزات كثيرة فتح المسيح عيني الأعمى في بيت صيدة بارتماوس في أريحة المولود أعمى في أور شليم فتح عيني شاول الترصوصة وما زال في عمل فتح العيون والآن حبائي لازم تدرك شيء مهم وحقيقة مهمة أنه غرض كل المسيح نور العالم لكي ينير كل إنسان وغرض المسيح أنك ما تضلك عايش بالخطية مستعبد مقيد بأصفاد وأغلال وقيود العبودية ولكن تدرك أنه الله محبة الله بيحبك بس مشكلتنا الخطية فالآن تعال للرب اعترف للرب خطيتك توب عنها مثل العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ صليها اغسلني يا رب بدمك الطاهر الثمين ادعو المسيح إلى حياتك اقول يا رب أنا بدعوك إلى حياتي حتى تنور قلبي وهذا وعمل الله الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة يشرق الآن في حياتك واشكره أنه يأتي إلى حياتك اليوم وصلي أقول له بشكرك على النعمة أنك فتحت عيوني استمر بقراءة الكلمة لأن الكلمة هي نور وبتزيدك إضاح ونور حتى فعلا تكون مشابه صورة يسوع المسيح بصلي من كل قلبي أنك اليوم طلبت يسوع على فكرة منحب نسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة